توقعت وكالة ستاندرانت بورد التصنيفات الاعتمانية أن تدعم ميزانية المملكة التوسعية نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021 ومبين النمو سيبقى معتمدا إلى حد كبير على تغييرات أسعار النفط مرتبطا بالظروف الاقتصادية العالمية والجيوسياسية الإقليمية وتوقعت الوكالة نمو القروض خلال العامين 2020 و2021 في ظل الطلب المتزايد على التمويل العقاري